طيب على الجانب الرياضي انت شفت وجود وسام في النادي الاهلي خلال الفترة القادمة واستفادة النادي الاهلي من الموضوع بما انك اهلاوي كبير يعني ممكن تيب السؤال الثاني لانه يجب على صفحة عنده بس بقولك يعني استفادة النادي الاهلي من وجود وسام ابو علي بما انك راجل اهلاوي كبير يعني انت والحج والحج جتيقلي الحج الاهلوية كمان متابعة وبشدة للنادي الاهلي كمان والله مش بس الحج اه والله احنا عين الاهلوية اه بس واحد منا مش اهلاغ المهم طبعا خلينا على عوثان كصفة للنادي الاهلي الناجة الاهلي ما بتعقد مع اي لاعب فأسفيد وعنه وقف ضرع عوثان ابو علي فهو لاعب كبير وكيف حيث يجب ناجة الاهلي طبعا طيب كلمات اخيرة بقى تقولها الجمهور النادي الاهلي في ظل هذا الزخم الكبير على هذا الفيديو والحقيقة إذا كان هناك أيضا من يستحق أو من يجب أن نذكر اسمه ونشكره على هذا الفيديو هو الأستاذ جمال جابر المدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي الحقيقة اللي له دور كبير أيضا في طبعا هو الأستاذ جمال جابر كان من أول الشاكرين إلى بعد الفيديو حقيقة طبعا إذا تقول رسالة الجمهور الأهلي تقول لهم إيه جمهور الأهلي وبنقول لهم حال يعني لأنه بعتبر حال أحد جمهير النادي الأهلي بدي أحكي إنه يا جمهور الأهلي خلوا الصوت عالي خلوا علم فلسطين خاضر دايما أهل غزة هنا بحبوكه بطير وإحنا بالحبوم جد الله أهل غزة هنا من العاشقين للنادي الأهلي وده الشرق المصري بشكل عام وبحكي لهم بظل وراء النادي إن شاء الله نكسب بطلات كتيرة ونهديها ليكم خلال الفترة اللي جاية برضو يعني آخر حاجة برضو لو عايز تقول كلمة لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي الأهلي آآ كابتن محمود الخطيب نعم شوف يعني شوف أنا بدي أحكي لك شكلة إنه أنا من مشايشة أصغير إلى مشايشة يقاعد أو لفخف أهل غزة لرئيس النادي الأهلي فهذا إشي كبير صراحة وإشي يدعو للفخف آآ كل الشكر لكابتن محمود الخطيب صراحة وكل الدعم له ومن نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم إن شاء الله والأهل في أي دعمينة في إدارة الكابتن محمود الخطيب صراحة يظل دائما النادي الأهلي في أي دعمينة طول ما فيه جمهور زيك أنس وزي بقية جمهور النادي الأهلي وإن الحقيقة أشكرك جدا 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 ومن أجمل المكالمات اللي حصلت معي خلال هذه الفترة وجودك معنا مش عايزينك تقلق من حاجة إحنا أنا شخصيا وكل جمهور النادي الأهلي أعتقد أنه ما فيهش استثناء في هذا الأمر كلنا في ظهرك وكلنا في ظهر فلسطين الحبيبة وإن شاء الله تزول هذه الغمة قريبا وتكون معانا على الهواء مباشرة من خلال قناة النادي الأهلي